منطقة المشراق الجديد الواقع في مركز المحافظة وبالقرب من جامعة البصرة تكدس النفايات وطفح المجاري وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها من المعاناة التي جعلت هذه المنطقة من ضمن المناطق المنسية والمهمولة من جميع الجهات بوصف المنطقة في مركز المحافظة ومن مركز المدينة وتعتبر من أرقى المناطق نجد هذا الوضع الباس اللي نعاني من عنده من بعد التغيير في 2003 وليغاية اليوم الزبائي المجاري واقفة المنورات كلها لا كهرباء لا ماء خرابة بخرابة ضع الله حكومة رشيدة ونعم الله عليها وجزاها الله خير وهذا المطلوب منعتها يتعاركون على الأمال ويأخذون هن الهوم ويخلون الشعب بكاتل الجوع ينتخبهم ويرجعون لمكاناتهم مرة ثانية لما الخلاعب ينتخب لواحد منعتهم بعد المواطنون أكدوا أن المسؤولين يقومون بزيارة المناطق الأكثر سكانا لكي يحصلوا من خلالها على الأصوات الانتخابية أما المناطق الفقيرة وقليلة السكان فتشهد غيابا واسعا لتلك الشخصيات وحملوا أيضا محافظة البصرة مسؤولية التقصير بحق هذه المنطقة إحنا الإعمار بالبصرة يركز على مناطق الكثرة السكانية مثل 5 ميل، القبلة وبالتالي هاي بها أكبر عدد ممكن من الأصوات الانتخابية تحديدا هذا السبب الرئيسي للإعمار إحنا ما جاي نقول لا تسوون خدمات المناطق الكبيرة لكنه ما ينتبهون للمناطق اللي بها كثرة سكانية صغيرة خلي يجون يشوفون خلي يجون يشوفون شين محتاجة هاي الوادي شين ما محتاجة المحافظ أسعد العيداني مو يقول البصرة والبصرة ثلاث مرات أنا رايح له رحت لللمحافظة ما لقيت له رحت للدار الضيافة ما لقيته رحت للبيتهم ما لقيته وأكد آخرون بأن الاعتماد على منطقة معينة وإهمال المناطق الأخرى هو أمرا في غاية الخطورة الخدمات في منطقة المشراقية متواضعة جدا وقد تكون معدومة كسائر المناطق في المحافظة علي نعيم لقناة WTV وطن مدينة البصرة